بالفعل سؤال حضرت الجميل ولكن جزء من العبادة اللي احنا بنعبودها ربنا ربنا سماه تكليف تكليف طبعا تكليف بمعنى ايه تكليف يعني ربنا سبحانه وتعالى كلفني يعني امرني لذلك غاية من الخلق العبادة ربنا يقول في سورة الذاريات وما خلقت الجنة والانسى إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريدوا أي طعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين لذلك بنقول للناس العبادة فيها مشقة شوية لذلك بعض الناس كان يعرف العبادة كده تعريف جميل أوي يقول للعبادة طاعة طوعية أساسها معرفة يقينية تفضي بي إلى سعادة أفدية شوف الجمال يبنا لو عبدت ربنا بالفعل هنال كل شيء في الدنيا كفاية أنها يكون معايا رضا ربنا سبحانه وتعالى طب وانا في رمضان بقى ربنا كتب علي الصيام والصيام مشقة ليه لإن دا تكليف لإن دا عبادة طب أنا صايم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يعلمني إن مش الغرض من الصيام إن أنا امتنع عن الطعام والشراب والشهوات وخلاص لا دا عاوز يعلمني إن المدرسة دي اسمها مدرسة الصيام هترب فيي الأخلاق هترب فيي الإحسان إلى الناس هترب فيي معرفة الحق هترب فيي مدرسة القرآن هترب فيي الإحسان إلى الخلق هترب فيي الإحسان إلى زوجتي الإحسان إلى أولادي هترب فيي أن أنا أحس بالفقير المسكيني اللي ما عندوش طعام هتحس إن أنا وأنا بفطر كده بقيمة النعمة اللي ربنا الدهالي هحس بدعوة صالحة هسمعها من حد يدعي لي أو أنا أدعي لنفسي أو أنا أدعي لغيري يبقى دي اسمها قيم مأخوذة من مدرسة الصيام طيب أنا إزاي أداوم بقى على الأعمال الصالحة كتير وداخل عليهم رمضان يقول لي عم الشيخ أنا ممكن هنام بقى اليوم ليه عشان أمشي اليوم بتاعي أصلا مش هقدر طول النهار أفضل كده جعان وعشان لا مش هقدر فأنا ممكن أنام جزء من النهار أقول له ما فيش مشاكل للصيام بتاعي صحيح ولا بالصحيح العبرة مش في صحيح ولا بالصحيح هو صحيح إن شاء الله ولكن هيفوتك أجر كتير هيفوتك أجر عظيم من ربنا سبحانه وتعالى لذلك وإحنا في رمضان مش عاوزين نضيع ولا ثانية ولا لحظة وإحنا بعيد عن ربنا سبحانه وتعالى طيب أداوم على كده إزاي أنا مش عاوزك أن أنت تصلي طول النهار وتصلي طول الليل لا أنا عاوزك العبادة تأديها بحب ونشاط لذلك يقول حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم خير العبادة أدومها إلى الله وإن قل وإن قل ليه هيجي يقول لي عم الشيخ أنا في رمضان بصلي وبقرأ القرآن وبعمل لنفسي ختمة واثنين وثلاثة وباجي بعد أسبوع والاثنين خلاص يعني النشاط بيقل شوي لأن حضرتك مش معتادة على العبادة دي الأصل في العبادة التعود وأنا مش مداوم لذلك بعض مثلا أشبه حاجة بسيطة لعيب الكورة قبل ما بينزل الملعب بعمل عمليات إحماء وتسكين ليه عشان ما ينزلش ويحصل له إصابة كذلك أنا وأنا داخل على العبادة برضو أنا أول مرة هسبح ربنا ألف مرة هاجة هسبح ربنا ألف مرة بالعافية طب هاجة تاني يوم هقول لا 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 نخليهم مية لا الأصلة أبدأ بالتدريج بمعنى التدريج هبدأ بعشرة وبعد كده هيبه إن شاء الله عشرين وهيبه خمسين وهيبه مية اللي هو التدرج في العبادة لذلك حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول أكلفوا من العمل ما تطيقون شفت الجمال بقى جمال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لنت قدر تعمله اللي أنا قدر أعمله التكاليف أنا بقدر فرائض إنما دي أنا عاوز أطور وحسن من نفسي في علاقتي مع ربنا سبحانه وتعالى يبه لازم مجيش على نفسي محملش نفسي فقط إيتها لأ أنا أبتدي بالأليل وبعد كده الليفل والمستوى بتاعي هيعلى وحدة بوحدة زي ما احنا بنعلم أولادنا لو جيت على تعليم أولادي كده وزودت عليه الحمل وزودت عليه الطاقة مش هيكون عنده صبر لاستيعاب الحاجة دي كذلك وأنا في عبادة ربنا سبحانه وتعالى تخيالي حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يدخل المسجد في يوم من الأيام فيجد حبلا ممدود بين ساريتين من سرايا المسجد يعني عمودين عمودين فسيدنا النبي تعجب لمن هذا الحبل قالوا لستنا أم المؤمنين ستنا السيدة زينب طب حعمل حبل في الجمع ليه قالوا يا سيدنا النبي عشان ما تتعب وهي وقفة بتصلي وقدم ربنا تتعلق بالحبل شوفي دي شدة حب عشان عوزة توقف من إيدين ربنا سبحانه وتعالى يقول حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ميه بقى ربنا يبارك فيك ويفتح عليك جميل قوي ولكن حلوا وفكوه ليه يا حضرة سيدنا النبي قال ليصلي أحدكم نشاطة يعني العبادة عاوزها تكون وانت نشيط وانت رايق مش وانت مكسل وعاوز أخلص وانجس بسرعة لا لا ليصلي أحدكم نشاطة فإذا فتر يعني تعب فليجلس وليذكر الله يعني